السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جماعة بعد ما ادينا البوليستر المرة اللي عدت. آآ بدأنا بقى في مرحلة التصفية هوا زي ما احنا شايفين. معانا الاستاذ محمود من ارة حودة. ومعانا ابو الشامسة هوا. بصنفر بصنفركة ابو شامس. تلتمية وعشرية. طيب طبعا احنا كنا في كل فيديو بنصور بالااااا بنصنفر بالدبابة. بصنوع هنا عشان فيه حالية وكده. طبعا لازمة تتصنفر يا دهوي. احنا على فكرة جماعة ما ادناش سيلر خالص. انا اديت وش عازل والوش البوليستر اللي بعده اللي عملنا مع بعض. وبعد كده ما عجلنا. وبعد كده ادينا وش بوليستر تاني. ودية التصفية بتاعها تهوات ما شاء الله طاعة زي الحتة الوخامة. بتحطها يا بوش نسل. طبعا التصفية بقى جدعان لازمة ايه? تطفل اه الشغل كله. يعني طبعا فيه حتة بتلمع معك في الشغل. يبقى انت كده لسه محتاج تصفية تاني. تمام? فلازمة انت تترنك تدعاكها. لحد ما تلاقي اللمعة بتاعة البوليستر ديت انطفت خالص. وطبعا الكلام ده مش هتعمله. لما تكون انت عامل طبقة بوليستر كويسة او لحمية كويسة تستحمل معاك الكلام دي. احنا اقول له طبعا نسبة التخريف بتاعته خمسة وعشرين في المية. والفونية اتنين ونص عشان خطر تقدر تطلع معاك البوليستر الشحن كده. فتقدر ان انت هي تعمل اللحمية اللي تستحمل انت تدعك فيها زي ما انت شايف كده. عشان الناس اللي بتحط مثلا طنر مية في المية. يعني بيحط قد الجلون فيه ناس يقولك انا بفضي الجلون واما له طنر. فكده هو محطش بوليستر اصلا. ويرجع بعد كده يجي في الاخر يقولك ايه وانا بسبق ابو اصلا لقي البوليستر بيفوش معاي. طب قل لي خليه يفوش. لان انت اصلا ما قدتش طبق بوليستر. انت قدت حاجة كده عفرة. وجيت جرحتها بالسنفرة. فبتروح جاي مفوشها معاك في السابرة. انما البوليستر عامل ما يفوش ولا يجري له حاجة. فلما انت شغله صح. طبعا البوليستر فايدته ان هو بيسوي لك الخشب. اي حتة عالية او واطية او كده. بس طبعا لازم انطلقت معجوه. بس في الاخر هو بيساعدك على ان انت تعمل على عملية تسوئة الخشب. يخله لك زي الازازة. سواء بقى هتشاطة باستور سواء هتشاطة بدوكو. يفضل برضو في الدوكو ان انت تأسس له بوليستر. هيساعد معك كتير وهي هيشيل عنك مراحل كتير قوي. بدل ما تقعد تدي تلات اربعة سكاكين وروتد بصرفيصر والكلام ده كله. فالبوليستر هيشيل عنك كتير وامتن وانضف. زي ما احنا شافين كده هو ترجالة بترفيص شغل كله. لحد ما الباب يبيض كله خالص. اي حتة خشب عموما يعني سواء بقاب سواء موبيليا. والحلق برضو بتاعه نفس الحكاية. وقلنا البوليستر اللي احنا رشناه الفين ومتين كافسي. وقلنا الطنر بتاعه. الطنر على فكرة جماعة ممتاز جدا جدا. من اول مرة ان انا اجربه. بس الصراحة عمل معانا جميلة جدا. احنا رشنا نباري حوارة بنصفر فيه النهاردة. ما فيه ش اي مشاكل. ولا فيه تخريز ولا فيه تجيير ولا فيه ولا بيجلد معاك في الصنفر وعلى اي حاجة. برضو فيه الناس بتسأل على ال تلتمائة وعشرين من عارف. من عارف. برضو فيه ناس بتسأل امتى يصفي. المفروض التصفية بعد اربعة وعشرين ساعة. بس في الصفر اللي احنا فيه ده. ممكن مسلا في خلال عشرين ساعة. انت كده كده هتوش وهتسيبه التاني هو. هنيجي في الشتا. في اوقات في الشتا مسلا شهر اتناشر وشهر واحد. هتضطر ان انت تسيب الشغل مش اقل من اتنين وسبعين ساعة. اخبالك. وطبعا برضو بيرجع على العمل الاساسي المزيب اللي انت هتشتغل به. علشان كده الشركة عملت الطنر ده. ان هو يفديك من المشاكل دي. بس انت عمتى في الشتا سبه يومين او ثلاثة. يكون افضل يعني عشان خاطر ما يجليتش معك او يجرح او كده. التصفية زي ما احنا اقول احنا بنصفر صنفرة تلتمية وعشرين او متين وعشرين. اللي تنشغلين. وممكن تعمل بالمتين وعشرين وترجع تنعم بتلتمية وعشرين. او تشتغل بمية وتمانيين وتنعم بمتين وعشرين عادي. ما فيش مشكلة. المهم ان في الاخر الصنفرة اللي هتفنش بها تكون نعمة وكويسة. او تمام? سلك المواعين بقى والكلام ده كله انا ما بفضلوش. انت في الاخر هتنظف تنظيفة كويسة بالهواء. وبعد كده اه ان كنت هتدي اسطوبة سيلر. اللي اسطوبة بتلم معاك العفرة كلها. وكده يا جماعة ده كان في فيديو بسيط خالص يعني النهاردة ايه? قلنا نوري لكم المراحل بتاعة التصفية مع بعض. زي ما ورنا لكم البولوستر في الحلقة اللي عدت وان شاء الله السفغة اللي هي من اهم الحاجات اللي الناس بتسأل عليها دايما. هنحاول نعمل برضو فيديو للسفغة لان الناس كتير بتبقى ايه متخوفة من حيطة السفغة ديت. ان الشغل سعب بيغمق لو ايام وبيقفل. ممكن الباب يبقى حلو او في التأسيس ويجي في السفغة يجوز منك. او يحصل فيه مشاكل. فان شاء الله هنعمل فيديو اه نحاول نزبطه على قد ما نقدر ان احنا نزبط الموضوع السفغة دي. موضوع سهل جدا وبسيط. بس لازم انت شغل دماغك فيه شوية. وبرضو لازم يكون فيه مصدس خاص بالسفغة. مش اي مصدس تسبغ بيه. عشان تقدر تتحكم في في السفغة اللي انت شغلت بيه. عشان ما ما يغمقش منك او كده. طيب البولستر برضو فيه ميزة تانية. فرضنا ان انت مسلا جيت تسبغ والباب يغمق منك. او مسلا جيه العميل عاوز ان هو يفتحه شوية. في الحلقة دي هتقدر تمسح بطنر بقلب جامد. طالما فيه طبقة البولستر هتقدر تمسح السفغة كلها لحد طبقة البولستر. اما لو انت منتش مد بولستر وجيت غمقت وجيه مسلا العميل قال لك ان عايزه فاتح في الحلقة دي مش هتقدر تحل الموضوع. اما لو لو انت مد بولستر وحبت تفتح الموضوع سهل جدا ممكن ندلق شوية طنر على الباب كله. وهسيبه بس نص دقيقة ثلاثين ثانية. وهروح مسح بحتة قماشة هيرجع معي من الصفر. اكيد انك ما عملتش اي حاجة وترجع على البولستر. بس ده في حالة انت تكون مد طبقة البولستر كويسة. يعني لو طبقة خفيفة برضو مش هينفع الكلام ده فيها وممكن تفوش معاك. فانت طبعا لازم انت تطبقه صح عشان خاطر رياحك قدار. حبيت تشيل اللون خالص. فرضنا مسلا انت بعد ما عملته مسلا زره سبعة. جي الزبور قال لك لأ انا عايزه مسلا حمر. يعني عايزه مسلا محمر شوية. عاوزه درجة لون مختلفة عن اللي انت عملتها. في الحالة طبعا صناعات كتر بتوقف. يقول لك احنا كده خلاص احنا واقفنا. طب انا هعمل ايه ده كارسة ده مشكلة? لا. لو انت مد بولستر برضو الموضوع بسيط جدا هتقوم حطة الطنر وهتمسح الشغل وترجع من الصفر تاني وتبدأ من اول وجديد من بعد البولستر مش من على اللحم يعني. كمان? فالبولستر بصراحة جميل جدا وبيريح كتير جدا جدا في الشغل. والسلرة البريتان برضو بيقضي ممكن نقول مثلا تمامين في المية من الشغل البولستر بيعمله. بس عامل ما هيعمل معاك لحمية ولا هيعمل معاك طبقة زي البولستر. ولكن في الشغل السريع او المستعجل او على حسب الحطة الخشب اللي معاك ممكن البريتان برضو يبقى شغال حل. لكن انا بفضل البولستر بيعمل معاك لحمية كويسة. وبيزبط معاك الشغل. ان شاء الله ربنا يسهل. هحاول على قد ما اضف التشتيب ان احنا نعمل لكم فيديو للسبب. طبعا بعد كل مرحلة لازم ان لقت معاك سواء بعد التصفية سواء بعد البولستر حتى بعد ما تدي اللستوبة بتاعة الصلة برضو لازم ان انت تلقت تاني. الطرقيت ده شغال معاك لحد التشتيب. في القسطر بازات وفي الدوكو. الاتنين. كل ما هتدوش لازم ان تلقت عشان خاطر. تجي في الاخر تستلم حاجة نظيفة ما يكونش فيها اي حاجة. دايما انت تتعدل على شغلك وشوف شغلك فيه ايه? وتشوفه من كل الزوايا. عشان لو فيه حتة مش باينة معاك. ممكن تحطت الحتة الخشف مسلا في ضي. او في حاجة يكون انه ضرب فيها. وتبص عليها من كل الزوايا عشان خاطر لو فيه حتة فايتة تظهر معاك. طبعا انا هتحاول نعمل لكم آآ سلسلة ان شاء الله تكون آآ سهلة واسهل من الاعادة قبل كده. وفي نفس الوقت برضو ما تكونش مكلفة. بس طبعا يا جماعة فيه ناس يقول لك انا رس هقعد عمل ده كله. انا ممكن ادي وش بلستر. ولا اطرد وش وامش على طول. وما فيش حد بيقدر وما فيش حد بيعمل. الناس اللي زي ديت يعني يستحسن ما تفرجش على الفيديو اصلا. لانه هو مش حاطت في دماغه ان هو يطلع حتة خشب نظيفة. وحاطت في دماغه الربح المادي اللي هو يطلعه بسرعة. ان انا معي عشر تواب ممكن ينفذ فيهم مسلا في يمان اتنين. انما احنا مسلا معنا العشر تواب ممكن ياخدوا خمستاشر يوم شهر. فطبعا العشق اللي هو هيعملهم هي يكسب معه بسرعة ويخلص في يمان ويطلع من ناحية التانية زي ما بيقولو. لكن في الاخر النتيجة لا تقارن. لا فيش وجه مقارن. زي ما احنا شايفين كده الشغلة انطفى كله هوت. برضه لما بتطفي الشغلة كله كده بيظهر معاك الحتة اللي هي هتحتاج طلقية تاني او هتحتاج معجون تاني. لطبعا المعجونة لازم ان تكون مخاوية للون البطانة اللي انت عاملها او للون الخشب. الخشب ده مش واخد بطانة بس هو الخشب بتاعه اللونه غامق. يعتبر برضو واخد بطانة. بس سلطنة طبيعية يعني. طبعا البولستر برضو في شغل الحالية والقيمة هو اللي بيسد بصراحة. يعني شغل الكعبالة والحاجات اللي هنا ديت هو البولستر اللي بيجيب معها من الاخر. اللي او شمس. طبعا او برضو بيرحب بالناس تحب تقولي الناسة ابو الشمس. انت عبسوط معانا الاهم حاجة? طبعا. ابو الشمس يجد عام عبسوط معانا هوات وبيقول لكم يعني حبيب ابو الشمس ربنا يعزك. الله يخليه. الله يبرك لك ابو الشمس. ربنا يعزك. طبعا بعدها المشتغل كده يا جدعان بتنفخ الشغل ده كله بالهوى. او بالمكنسة. وتشوف الحتة اللي فاتت منك. وتشوف الشغل بتاعك. وتبص عليه مرة واتنين وثلاثة عشان في الاخر تضمن ان انت تاخد نتيجة. انت تكون واضع عنها الاول قبل العميد. الخشب يا جدعان اه هو غية. ولازم ان تكون حبه عشان خاطر تقدر ان انت تطلع حتة خشب انضيف. الموضوع مش موضوع شغل وخلاص. لو موضوع شغل وخلاص ومكسب وكده عونك ما هتعمل فيها الكلام ده كله ولا عونك هتتعب بالتعب ده. بس انت تعمل حتة خشب لو عد عليها الزمن وجيت شفتها تاني انت تبقى موصف منها. لان انت تعبت فيها. وان شاء الله ربنا ما ما اضرعش تعبك فيها يعني. كده زي ما شفنا هو ده التصفية. قابلوكم الصورة. زي ما احنا شايفين كده قهوات. ننظف هنا كده ابو شمس. زي ما احنا شايفين اللمعة كده واحد خالص. ما عاد شايفين لمعة. والحمد لله ما فيش طلقت آآ يعني ممكن حاجات لا تسكر. لان احنا طبعا لقاتنا قبل كده كزا مرة. طبعا لسه برضو الكعب ده هنجيبه من تحت. عشان خاطر برضو ما حدش يعلق عليه. بنجي احنا في الاخر برضو معجنه ونزبطه. عشان خاطر ما يشربش مية من تحت. او 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 ياخده طوبة من السراميك. اللي نورة بشمس. و بكده يا جماعة ان شاء الله استنونا في الفيديو الجاي بازن الله. نحاول نعمل لكم السبغة. ربنا سهل بس ويكون معنا وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.